لقاء ولقاءات لقاء ولقاءات مع أهل الثقافة والإبداع لقاء ولقاءات إعداد وتقديم فيصل الجسمي مساء الخير مساء المحبة مساء الانوار أهلا وسهلا تحيط لكل من يستمع إلينا إنما كان عبر إذاعة تونس الثقافية بالاشتراك مع إذاعة سفاقس عدد جديد من اللقاء ولقاءات هذا الأسبوع نلتقي بالأستاذ الفاضل كاتب والإعلمي القدير محمد الحبيب السلامي هذه الأيام تم كرمته جماعة الزيتونة بالاشتراك مع مركز الدراسات الإسلامية سنتحدث عن مسيراته الطويلة أهم المؤلفات التي كتبها يحضر معنا في هذا اللقاء ولقاءات الأستاذ محمد الحبيب السلامي الأعلمية القديرة نجيب دربيل الأستاذ عبد الرزق كامون النشر الفريق العامل معنا هذا المساة في لقاء ولقاءات منجية الشاري عن مستوى الهنسة والأخراج لذاعي أجمل ما نبدأ به محمد الجموسي خطوة 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 طنية حلوة طويلة وزينة كل أنحب وهو ينحب وهو يستنى فينا محمداً خطوة خطوة كنية حلوة طويلة وزينة كل ينحب وهو ينحب وهو يستنى فينا هيا هيا متخطاق وزيد طريب بعيد على الميران والشوق يزيد كل أحيا طريب بعيد على الميران والشوق يزيد كل أحيا يلا يلا سير 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 يجوادي هيا أقطع بنات فلية سير يجوادي هيا أقطع بنات فلية وصلني هليني وصلني نور عيني وصلني هليني وصلني نور عيني يجوادي هيا سير خطوة خطوة نية حلوة طويلة وزيدة واللي نحب ونحب ويستنى فينا خطوة خطوة نية حلوة طويلة وزيدة واللي نحب ونحب ويستنى فينا وصلني هليني هيا، هيا، مد اقطع بوزيد طريب بعيد على الخيران والشوق يزيد كل أحيان بمريق بعيد على الخيران والشوق يزيد كل أحيان يالله يالله سير سير موسيقى أجري يزيد جري نوصل بكري بكري أجري يزيد جري نوصل بكري بكري الغالي يستنى نوصل له يتهنى الغالي يستنى نوصل له يتهنى يجبادي هيا سير يزيد كل أطلال خطوة، خطوة، أياحة، طويلة، وزيلة واللي نحبو ونحبو يستنى نوصل له خطوة، خطوة أطلال يهون حلوة، طويلة وزالك واللي نحبو ونحبو يستنى نوصل له هيا هيا متخطاك وزيد طريق بعيد على الحيران والشوق يزيد كل أحيان طريق بعيد على الحيران والشوق يزيد كل أحيان يلا يلا سير سير في سبيبك شانشانة وحوافرك داندانة مع قلبي برنة وحبي يستنى مع قلبي برنة وحبي يستنى يا جوادي هيا سير خطوة خطوة كنية حلوة طويلة وزيدة واللي الحب والنبو يستنى أمينة خطوة خطوة كنية حلوة طويلة وزيدة واللي نحب ونحب ويستنى أمينة هيا هيا متخطاك وزيد طريق بعيد على الحيران والشوق يزيد كل أحيان بطريق العيد على الحيران والشوق يزيد كل أحيان يلا يلا سير سير مرحبا بالجميع في لقاء واللقاءات كما ذكرت في مقدمة الحصة ضيفنا هذا المساء الأستاذ الفاذل الأعلمي القدير محمد الحبيب السلامي تم تكريمه واخره بجماعة زيتونة أرحب بالأستاذ محمد الحبيب السلامي مرحبا أستاذنا أهلا وسائل برك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله كذلك أرحب بالأعلمية القديرة رفيق الدرب الأستاذ محمد الحبيب السلامي الأستاذ نجيبة معالج دربان مساء الخير أستاذ نجيبة مساء النور مرحبا بك تحية ليك وللإذاعة الثقافية كذلك أرحب بالأستاذ عبدالرزاق كامون مساء الخير أستاذ عبدالرزاق مساء النور أهلا وسهلا وشكرا على الأستاذ نارفا خاصة في هذه البكروم التي تقدمونها لأستاذ الجيل لأستاذ محمد الحبيب السلامي نبدأ معك أستاذ عبدالرزاق كامون كيف ترى تكريم جامعة الزيتونة لأستاذ الفاضل الشيخ محمد الحبيب السلامي عبر عن ذلك رئيس جامعة الزيتونة يوم التكريم حين قال بأن الحفلة كله يندرج في إطار الاعتراف بالفضل ورد الجميل لأصحابه وعدد في الحقيقة صنائعة محمد الحبيب السلامي البيضاء على الثقافة وعلى الإعلام وعلى المجتمع باعتباره مناظل المجتمعيا من خلال جمعية رعاية القصر حركة الوضوية التي أسسها مع جمع طيب من أهالي الصراقص ولا يزال يرعاها حتى يمكن أن نقول بأنها الآن في طريعة جمعية المجتمع البدني وأكثرها فعالية في تأدية دورها من أجل كل هذا ومن أجل فعل آنيا هو إهدائه بإهداء مكتبته لمركز دراسة الإسلامية في القيروان لمدينة القيروان فقرر جميع الزيتونة ومركز دراسة الإسلامية أن ترد جميل هذا الرجل الذي سيظل باقيا في مكتبة المركز وسيظل مشاعا وستؤدي المكتبة دورها بما تحفل به من كولوز الأدب العربية التي أمضى سنوات طوالا في جمعها أستاذ الجليل ستظل هذه المكتبة من مآثيره الخالدة في مدينة القيروان من أجل كل ذلك كان التكريم وهو الحقيقة جدير به لأنه فعلا مفرد بصيغة الجمع في محمد الحبيب السلام نعم الأستاذ نجيبة كما ذكر الأستاذ عبد الرزاق كامون قال عن الأستاذ الفاذل محمد الحبيب السلام مفرد في صيغة الجمع هو الأعلامي هو المربي هو المؤلف الكاتب الباحث وأنت رفقة دربه في مشواره الأعلامي خاصة بإذاعة سفاقس نعم أيها كلمة على الأستاذ محمد الحبيب السلام نجد دوله التهانيسي محمد الحبيب السلامي على التكريم اللي وقع في جمعية رعاية القاسرين على الحركة العضوية تكريم بهيج حضره جمع غفير من الإعلاميين والمثقفين وأساتذات التفكير الإسلامي اللي تلقاوا تعليمهم الزيتوني في ولايتي الساقص والقيروان سي محمد التكريم سي محمد التكريم كان جديرا بهي ويحق لنا أن نقيم مثل ذلك الحفل البهيج سي محمد الحبيب السلامي صحيح مفرد في صيغة الجمع هو بالنسبة لي الصديق الوفي الأخ الناصح الزميل المتعاون الأستاذ المربي الفاضل الكاتب المنتج السيخ الذي يوجه ويرشد ويصلح سي محمد الحبيب السلامي أمثاله قليلون ربي يوفقه إن شاء الله ويمد في أنفاسه ويمتعه بالصحة الطيبة ليواصل العطاء بقلب من ذهب قلب عطوف هو من أولئك الأبرار الذين وهبوا أنفسهم وجهودهم وأوقاتهم لخدمة الغير وخاصة المعاقين لخدمتهم ومساعدتهم على الحياة الكريمة على الدراسة على الشغل وبفضله وبفضل توجيهاته وإعاناته ومد يد المساعدة إلى كل من احتاج إليها تمكن الإخوان في جمعية القاسرين وعددهم بالآلاف من الانتصار على إعاقاتهم وحققوا العيشة الكريم أستاذ محمد الحبيب السلامي بعد هذه الكلمات من الأستاذ نجيبة دربيل والأستاذ عبد الرزاق كمون وهذا التكريم الهام من جامعة الزيتونة ومركز الدراسات الإسلامية بالقيروان كيف تعبر عن ذلك أستاذنا محمد الحبيب السلامي؟ أولاً أشكر الزاعة الثقافية على هذا اللقاء وأشكر الأخت نجيبة دربال رفيق الدربي كما قلت في إذاعة السفاقس وقد أنتجنا معاً برامج متعددة بعضها خرج من المنتوق إلى المكتوب في معلفات أشكر الأخ العزيز عبد الرزاق كمون الذي أسسنا معه في مكتبته نادي على الدين وكان يجمع في كل يوم أحد نخبة طيبة من الأسادذة ومن المفكرين ومن المثقفين لعل مكتبته كانت رافداً من الروافد التي ساعدت على إضافة الكثير من الكتب إلى مكتبتي إذا كرمت فأنا أقول ما كنت أحتاج إلى تكريم ولكنني أعتبرها تحية بادلوني بتحية أفضل منها فالجامعة الزيتونية ومع الدراسات الإسلامية العليا في القيروان حينما قدموا إلى السفاقس وشاركونا في هذا الحفل العائلي الثقافي أعتقد أنهم واصلوا ما كان قديماً متصلاً وهو تواصل القيروان بسفاقس في مجالة مكارم الأخلاق وفي لقاءات الشعرية بحيث سلة القيروان بسفاقس قديمة وتبقى دائماً أبداً حية متجددة شكراً لكل من قدم لنا تحية وكل من صافحنا بحضوره وبكلماته مثل الأستاذ سهير الحبيب والأستاذ سق السلامي والأستاذ أحمد بشحيبة والأستاذ العزيز الصديق عبد المجيد الحج قاسم وزميل الصديق المتفقد طيب الغزي هؤلاء وغيرهم أشكرهم جميعاً وأحييهم لأنهم شاركوا معنا وشاركوا معنا في هذا الحفل كما قلت هو عائلي ثقافي أعلامي شكراً لإذاعة سفاقس التي مكنتنا من هذا التواصل وشكراً لكم أنتم مجدداً على هذا اللقاء المتواصل أيضاً الذي يتواصل مع الحفل نعم العفو أستاذ محمد الحبيب السلامي أسأل أستاذ عبد الرزاق كامون تجربة الأستاذ محمد الحبيب السلامي في مجالات الكتب أصدر عديد الكتب أخيرها أوراق زيتونية من شجارة الزيتونة وعديد المؤلفات ألهمة جداً وخاصة كذلك كتبات الأطفال لو تحدثنا عن هذه المسيرة في عالم التأليف وعالم الورق دي الأستاذ محمد الحبيب السلامي وأستاذ عبد الرزاق حقيقة الأستاذ محمد الحبيب السلامي منذ عرفته شغوفاً بالكتابة وقلمه ينظم له الحبر يحرر الزياز على إنتاجه الإذاعية الغذيذة طبعاً هو حاضر في الصحف اليومية وفي المجلات وكان وراء بعضها في الساقص كمجلة موجل الأطفال ووجات القلم كان أحلى رعاتها ورعايته أيضاً لنادي القصة والشعر في السبعينات من مؤسسيه هذا النادي العريق نعم هو كان المشرف عليه باستاذ التقافية مع أستاذ ناس محمد الحبيب الذي نحييه ولعله في الاستماع كتب أو كان لا يمل من الكتابة إصداعاً بما يراه وجيهاً في قضايا الناس وقضايا الفكر والمعرفة وكانت كتبته فعالة كانت تحظى أحياناً بردود وجعلت اسم أبو سهيف الأعلام يشتهر ويعرف على دفاق واسع وكذلك اسم محمد الحبيب السلام لما سلالي الزوائع الكثيرة التي حضرها في صحف يومية وشعية كثيرة تلك المادة الغذيرة التي تجمعت لم تصدر كلها الحقيقة أن الححن عليه نحن أصدقائه بأن يبادر إلى نشر ما يكتب أحب أن أفهم ورد وشوك في نعم على لسان العرب أي أشواك علي السان العرب في مجلة تونسية تخبر خارج الحدود كنا نلح أن يبادر إلى نشر وجمع كل هذه الدرر المبسوثة والمنثورة في مجليات كثيرة وكان أن استجاب وبدأ وتتالت كتبه تصدر من يومها وهي اليوم كثيرة وتعند المكتبة وتؤسس المكتبة التونسية بنوع جديد من الكتابة في مكتبة على الدين كان من حظنا أن كسبنا خمسة علوين كما أذكر كان العنوان الأول هو نتاجه نقاشات في نادي البخاري الذي كان يجمع ثلة من رجال التربية والفكري للنقاش في قضايا فقهية إسلامية وأنتج هذا الجمع هذا النادي أنتج كتابا ثماثي الحبيب ثماثي المجموعة هداية الحيران في الجبري والاختيار من القرآن ثم أصدر كتاب أشواك على رسالة العرب جمع فيه تلك المقالات الجميلة التي نشرها في مجلة بوتينة ثم نشرنا له نحن في مكتبة على الدين وهي دارة للنشر والتوزيع نشرنا له كتابا بالاشتراك مع المرحوم في شباني ببلغيك الدكتور في التاريخ في الجامعة السلسية نشرنا له كتابا لعله هو الوحيد من نوعه الذي تحدث عن أحد أعلام الصحافة في الفترة الاستعمالية خاصة وهو المرحوم محمود خروف نعم واشترك أيضا مع المرحوم مفتدي على التونسية الشيخ المختار السلامي محمد مختار السلامي نشر معه كتابا غاية في الطرافة ولم يسبق إليه وهو جمع وتحقيق لأشعار الصيدلاني القيرواني الذي أقام في أوسكن بن زرط لحبيب جواحده وهذا كان تضج به ساحة الأدب ثم لم يحفل بجمع شعره حتى من باب وفاء لصديق ومن باب إحياء لذاكرة أدبية نشر هذا الكتاب عن محمد الحبيب جواحده ثم نشرنا له كتابين طريفين جدا أولوه مكان يا مكان في اسفاقص وهو كتاب يجمع أو يحيي ذاكرة ترتبط باسفاقص مدينة وشوارع وعادات وتقاليد وأعلام ومعالم كتاب في غاية الطرافة وفي غاية الإفادة وقد ديله بمجموعة من الصور الفوتوغرافية لأعلام ذلك الزمان ومعالمه وآخر الكتب وأحدثها في مكتب تعالى الدين هو هذا الكتاب الذي أشرت إليه ورقة زيتوني أوراق زيتوني أوراق زيتوني من شجارة الزيتونة وهذا الكتاب الذي يتحدث عن التعليم أكثر الكتب التي ألفت في تعليم الزيتوني منذ زمن وهي كتب أكاديمية ولكن ميزة هذا الكتاب أنه يقدم من سيرة لطالب زيتوني يترسم خطة تعليم الزيتوني والمؤسسة الزيتونية في الآفاق وفي المركز في العاصمة يترسمها خطوة خطوة كيف تقدم الدروس ومن يقدمها وما هي المناهج وكيف تجرى الانتحادة وهذا لم يفصل في غير هذا الكتاب كتاب يقدم من الفوائد الكثير حتى للذين يريدون فعلاً أن يتعرفوا إلى طبيعة منهج التعليم الزيتوني وطرائقه ومضامينه فهو كتاب نفيس في بابه وحقيقة يلقى رواجاً ونستزيد أستاذنا وذاكرتنا الحية هو ذاكرة المدينة الحية ويمكن أن يسأل فيما يتصل بالحياة التقافية والعلمية في الساقص عن كل شيء له جواب وهو حاضر البديهة ومتاعه الله بالصحة والذاكرة القوية التي تستطيع أن تستحضر في كل أواناً ما يجري الحديث بشأنه بخصوص الحياة في مدينة الساقص في مدى ما طلع عليه وهو أيضاً من عائلة أن تجل المعرفة وتحتفي بها واشتغل أقارب كثيرون من عائلته بالعلم والإفتاء والتدريس أستاذ محمد الحبيب السلامي تعليق على ما قال الأستاذ عبد الرزاق كامور وهذه المسيرة من المؤلفات والكتابات والله ما قاله الأستاذ والصديق العزيز عبد الرزاق كامور أعتقد أنه أعطى الكثير مما يعرفه عني بل قد أقول أنه أعرف عني من نفسي بارك الله فيه هو وقع التركيز على الجانب التأديثي والكتب وهذا أعتز به ولا أقول أنني من كبار المؤلفين ولكنني أعطيت قلمي الحرية في أن يكتب فما كتبه وجدت فيه صالح للنشر نشرته وما لم يصلح للنشر احتفظت به أنا في الواقع كتبت فيه كما قال وكما قالت الأخت نجيبة في الصحافة وأني مدين للصديق العزيز الإعلامي الكبير صالح الحاجة الذي مكنني من أن أكتب في دار الصباح أن أكتب في جريدة الصباح ثم أكتب في جريدة الصريح وأكتب في جريدة العام نعم وبعض ما كتبته في جريدة في هذه الجرائب كان يحمل عنوان أحب أن أفهم نعم والحمد لله هذا العنوان وجد صداه وطلعه الناس فجمعت بعض ما كتبته تحت هذا العنوان بعض المقالات نشرتها في كتاب العنوان أحب أحب أن أفهم نعم أيها كذلك كتبت ونشرت المقالات في مجلة المسار ومجلة الحياة الثقافية وأنا أعتبر نفسي قد شرفت بأن تنشر لي بعض المقالات في هاتين المجلتين وهما من المجلات الثقافية الممتازة كما نشرت مقالات في مجلة القلمة التي كانت تصدر في في السفاقس نعم بحيث أستاذ محمد الحبيب السلامي هذه التجربة في الصحافة المكتوبة وكانت بشكل يومي خاصة في الجريد اليومية أذكر جريدة الصباح وجريدة السريع كانت هناك كتابات يومية لكاب وكنت تكتب بغزارة كيف تقيم هذه التجربة في عالم الصحافة الصحافة في الواقع هي الباب الأساسي أو النافذة الأساسية التي يمكن أن يطلب منها الإنسان على المجتمع الإنساني على المجتمع القريب منه والمجتمع البعيد أنا عندي دائما قولها أقولها قد يكون الأديب أديبا كبيرا فقد يكون المثقف مثقفا له ثقافة عالية ويمتد به العمر ثم ينتقل إلى رحمة الله فينسى لماذا؟ وقد ألف كتبا وترك كتبا ولكن لا يذكر كما يذكر من كان له قلم في الصحف اليومية والصحف الأسبوعية خذ مثلا الدكتور طا حسين رحمه الله لهم مؤلفات عديدة ولكن التاريخ يذكر أن كتاباته في الصحافة ساعدت على انتشار هذا الاسم والتعرف عليه خصوصا بعض الخصومات النقدية التي كانت بينه وبين الآخرين من أصحاب الأقلام الأستاذ الكبير الأملاق المرحوم عباس محمود العقات لما كتب في الصحافة انتشر اسمه أكثر بحيث الكتابة الصحفية أنا أعتقد بل أنادي كل من له قلم أن يكون له قلم في الصحافة حتى يبقى وحتى ينتشر فكره ويوصل رسالته إلى الناس أكثر الكتاب نعم يحمل رسالة ولكن الذي يوصل الرسالة إلى الكثير من الناس وإلى البعيد وإلى القريب هي الصحافة وإلى الآن وإلى الآن مجالة الصحافة اليومية لها هذا الفضل على أصحاب الأقلام نعم الكتابة الصحفية حقيقة ممتازة ثم تعطيك الفرصة أن تخرج مما في صدرك من أفكار من مواقف من نقد إلى آخره ليس كالكتاب الكتاب ما تبقى فيه سنة وأكثر من سنة وأنت تؤلف فيه بينما الصحافة تسألني كيف تكتب أنا أعيش مع المجتمع أنا أعيش مع المجتمع في السوق أعيش مع المجتمع في الدار أعيش مع المجتمع في المدرسة في الدكان في الحافلة في كل مكان أرى وأشاهد وأستمع هذا كله يؤثر فيها وأتأثر به وبما أنني أتأثر به فأجد هذه الفرصة الطيبة التي تجعلني أنشر فيها وبها ما اختلج في خاطري وما دار في صدري سؤال للتاريخ أستاذ محمد الحبيب السلامي شهادة للتاريخ كنت تكتب بكل حرية بدون أي ضغط بدون أي تأثيرات وكانت كتاباتك لها دور وتأثير كبير جدا أصدقك القول إنني كنت أكتب والمؤسسات التي أنشر فيها مقالاتي كانت في كل يوم تخشى وتشعر بالحرج من مقالاتي أقول لك هذا بكل صراحة نعم لكن ما تكتبه كان ينشر أكتب بصراحة ولكن المسؤولين عن الصحفة أحيانا تأتيهم المقلقات وأقول لك للتاريخ أنني عقبت على بعض ما نشده في المقالات حتى أن مقالة من مقالاتي لما نشرت بالأمس في اليوم المنوالي عقبت فمنعت من الدخول إلى إذاعة السفاق أصدرت عامين وحرمت من برنامج التلفزي كان في سبيل الإعداد توقف إلى أخير ومع ذلك في أي سنة أستاذ محمد الحيب السلامي كان ذلك؟ على كل حال هذا كان في عهد المرحومة زين العابدين بن علي نعم أعتقد نجيبة عندها تدخل حبيت أن نقول في هذا الإطار وأنا كنت في السنوات الأخيرة مراقب برامج في إذاعة الساقص سي محمد كان عنده قلم لاذع وناقد وينطق بالحق والصدق وكما قال تسبب له في كثير من المشاكل لكن أيضا كتاباته للإذاعة ولمقالاته لم تفلت من المقص والمراقبة وكان يقلق لذلك فكنا أحيانا على غالب بين السطور نجد كلمات فيها تأويلات فنفتر لحث فيها يقلق لكن يقبل ويواصل ويتحمل بصبر جميل والحمد لله برأيك سيدة نجيبة سيدة نجيبة أستاذ محمد الحبيب السلامي عندما يكتب بصدق وبعمق وبإرادة حققية هل كان صادق في ذلك وهل هذا أكده الزمان والوقت بعد هذه السنوات سما نوميس خط نتبعوه نفتر أحيانا للقصة للمقص والحث لكن من دون أن نؤثر على النص أو المقالة كاملة أنا حبيت نضيف حاجة على الكتب اللي أذكرها سي عبد الرزاق كامون مشكور جداً ذكرها فأوعى حبيت نقولي للكتب اللي أصدرتها مع الأستاذ محمد الحبيب السلامي من خلال برامجنا الإذاعية اللي امتدت سنوات واستضفنا فيها مئات الشخصيات من تونس ومن خارج تونس في مجالات عديدة واختصاصات متعددة ساعة صفاف فواكه إذاعية ضيوف من الشرق في السفاقص مرويات شعبية لأحاديث نبوية هذه الكتب في كل كتاب نشرنا 25 لقاء كنا أجريناها في إذاعة السفاقص كانت كلها قيمة مع أعلام في كل المجالات وتشرف ميكروفون إذاعة السفاقص بمحاورة هذه النخبة من خلال برامجي أناوسي محمد الحبيب السلامي اللي امتدت سنوات وأخذت عناوين عديدة فكان لنا شرف محاورة مجموعة كبيرة من الدكاترة مثلا عزدين المناصرة مهدي المنجرة الناقد محمود أمين العالم الشاعر سليمان العيسى عبد المعطيحي جازي غالي شكري هارون هاشم الرشيد فتحي عرفات شقيق ياسر عرفات أدونيس وردة الجزائرية يوسف وهبي سعاد حسني فريد شوقي عزة العلالي دوريد الحام وكذلك رهوا من الأعلام التونسيين القائمة كانت طويلة في كل المجالات أيضا فحاورنا بكل فخر الأستاذ أبو القاسم محمد كرو الدكتور عسلام السدي منصف السويسي عزي المدني لحبيب الخوجة وغيرهم كثير في كل كتاب تم خمسة وعشرين لقاء مع أسمى كانت تتزورنا من بلاد تقيقة وصديقة من المغرب من الجزائر من سوريا من السودان من مصر من لبنان من السعودية من عمان من العراق وغيرها والحمد لله والحمد لله حاولنا أن نجمع من حواراتنا الإذاعية هذه الثروة الورقية وحولنا كما قال محمد من الأدب المسموع إلى الأدب المكتوب وبالله حبيت أقول حاجة على مرويات السعبية والقروان كانت وراء هذا التكريم ووراء هذا الحدث فكان لنا شرف محاورة أحد أعلام القيروان وهو المرحوم إمام جامع عقبة الشيخ عبد الرحمن الخليف الشيخ عبد الرحمن الخليف حاورته أنا في برامج كنت أنتجها وأقدمها في جهر رمضان ذات سنوات الثمانين وحاورت أيضا الشيخ الداعية الإسلامي محمد محمود الصواف وضعت أمامهما مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالدين بالحياة برمضان وجات الإجابات حولت هذه الإجابات التي تعداد في إذاعة الساقص في كتاب وصي محمد الحبيب السلامي بصفته أيضا الشيخ وزيتوني قال قولا على ما قيل وزمعنا هذا الكتاب في مرويات شعبية لأحاديث نبوية ووجد صدا وخلينا المداخل هذا الكتاب لفائدة جمعية القاصرين على الحركة العضوية بالساقص كصداقة جارية وصي محمد مازال يكتب وهو كتب كتب في الكتاب المدرسي كتب القصة للأطفال أيضا ومازال يكتب وينشر في المواقع الإلكترونية إلى اليوم إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق والنجاح وصي محمد كان في كتاباته متنوع كان ماز حد يترحم علي كان حد يسأل يجيبه كان واحد ما هوش فهم يفهمه كان حد نسى حاجة يذكره بيها كان يسهد يعلق يطالب معناها الحمد لله يا ربي كان قامة 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 كبيرة ربي إن شاء الله يطول في عمره لا جف له مداد وقلم إن شاء الله نعم هي مسيرة إذاعية طويلة جدا أستاذ محمد الحبيب السلامي لكن من البرامج الهامة جدا التي أثارت جدلا كبيرا وكانت تجمع أهالي سفاقس خاصة برنامج دبر عليها في أواخر السبعينات وفي السبعينات من القرن الماضي هذا البرنامج لو تقارنه بالبرامج الحالية برامج الواقع أستاذ محمد الحبيب السلامي منذ أقول البرنامج ظهر في وقته وفي أيامه وبرامج اليوم هي تساير الزمان نعم الزمان اليوم وعليهم المفارقة نعم برنامج لم يمكن لي أن أقول إن إذاعة السباقس عرفت في برنامج دبر عليها التواصل الكامل مع المجتمع الإنساني مع المجتمع بحيث كان اللقاء هو اللقاء أن الناس لهم مشاكلهم وكل من له مشكلة يود أن ويريد أن يبحث عن يد تمتد إليه وعن فكر يساعده على الخروج من المجتمع فكان هذا البرنامج دبر عليها ربما أقول أنه من البدايات في التواصل الاجتماعي مع الناس بقي هذا البرنامج عشر سنوات وكان يعتمد على شخص واحد وهو محمد الحريب السلامي وحتى لا أبقى مع الرسائل التي تأتيني كنت أخصص في كل أسبوع في يوم الجمعة اللقاء مع أصحاب المشاكل وفتحت الإذاعة بابها لتستقبلهم أستمع إليهم وأستزيدهم بياناً عن مشاكلهم وأحاول أن أساعدهم وكم منهم مدت لهم اليد الطيبة حينما وجدت الأبواب غير موصدة والحب بالله تعاونت معي بعض الإدارات عودت معي بعض المؤسسات وهذا امتد عشر سنوات ولما طلب مني أن أتواصل قلت أنا لست من الذين يطالبونها بمدى الحياة فانقطع هذا المنابج إلى برامج أخرى قدمتها فأنا لإذاعة السفاقس قدمت الكثير اليوم أستمع إلى إذاعة السفاقس مثلاً فأجد فيها الكثير من البرامج البرامج سواء كانت برامج دينية أو ثقافية أو اجتماعية تتوى عن مشاكل الناس على كل حال أقود في نفسي وأنا أبتسم هذه صور من صور برنامج جبر علي ربما تكون أقدر اليوم على الحال على كل حال دائماً أبداً إذاع السفاقس تمد يدها إلى الآخرين في العديد من هذه البرامج بحيث ما كان يقدم في برنامج جبر علي ساعة وأحياناً أكثر من ما يقارب الساعة ساعتين يعتمدوا على جهد واحد يتعاون مع الآخرين اليوم برامج متعددة لإعلاميين وإذاعيين بارك الله فيهم ولكل يوم أهله وأنا يمكن أن يقول وأنا الشيخ الكبير عشت عصري وهم الآن يعيشون عصرهم بارك الله فيهم أستاذ عبدالرزاق كامون الأستاذ محمد الحيوب السلامي أعلامي كتب للصحافة كتب مؤلفات عديدة ساهم في النشاط الجمعيات رجل سابق عصرها حسب رأيك أنا أريد أن أتوقف قليلاً عند تجربة برنامج جبر علي وهو الذي لقي شهر نجاحاً كبيراً نعم ويمتد ذكره إلى حظيرنا إلى اليوم يعرف الناس كذبة دبر علي عنواناً على جهد خرافي أنجزه أستاذ الحمد الحيث السلامي في عشرية كاملة من خلال هذا البرنامج الذي كان مؤسسة ومن خلاله كان يلتصق بقاع المجتمع وبمشاكل قد تخطر على بار من يفكر أو يستشرف هو اتصل بمشاكل الناس ووثق فيه الناس وكانوا يأتونه إلى مبنى الإذاعة يقدمون رسائله أو يطرحون قضاياهم وكان يولي كل تلك القضايا من الاهتمام ومن الاتصال بدول السلطة كلهم في مجاله من أجل تقديم الدعم والمساعدة لتجاوز تلك المشاكل التي كان يعانيها براتلو البرنامج وكان يتجدد العمل يعني خلال أسبوع من أجل أن يكون البرنامج في يوم فعشر سنوات أمضاها سي محمد الحمد السلامي في ذلك البرنامج مشغولاً بقضايا الناس مشغولاً بالتسرية عنهم بحل مشاكلهم بإيصال صوتهم إلى من يسمعهم فيستجيب لما يجعلون به من قضايا ومشاكل تزعجهم وتقضيقهم وربما ذكر يوم التكريمي من طرف الدكتور سهيل إحبيب سهيل إحبيب سيذكر أن أول لقاء له كان مع الشيخ عمد الحمد السلامي وهو تذميذ يستعد للانتقال أو انتقل إلى التعليم الإعدادي ولأنه يعاني من إعاقة كبيرة لم تمنعه من أن يتبوأ اليوم منزلته الهامة مكانة علمية مرموقة مكانة علمية جامعية مرموقة جداً مكانة علمية جيدة وكان يومها بسرع إعاقته كان يخشد أنه لم يكن يستطيع الكتابة فنجأ إلى سي محمد الحمد السلامي المشاكل الكبيرة والصغيرة كانت تأتي بين يديه للثقة الكبيرة التي كان يتوفر عليها لدى عامة الناس سي محمد الحمد السلامي في نيضاله المجتمعي محطة لابد أن أتوقف عنها وهي محطة جمعية رعاية القاسرين على الحاكة العروية محمد الحمد السلامي من أجل دعم هذه الجمعية وجعل قيامها مسنوداً بما يوفر لها الحياة الطويلة رسل كل الجهات رسل ألمانيا وبلاد الخليج من أجل تقديم الدعم لجمعية ذات بعد إنساني عميق كجمعية رعاية القاسرين على الحاكة العروية اليوم الجمعية تعد من يعني جمعية مرتاحة مالياً تنفق عن ساعة على منظورها بسبب وحرص سي محمد الحمد السلامي في دعمها رغم أنه الآن ليس عضو هيئتها الإدارية ولكنه داعم لها وهذا سمعناه من سي محمد بالاسود يوم التكريم وهو اليوم يرأس الجمعية اعترف ويعترف غيره بأياده البيضاء على الجمعية حتى من خارجها هو لم يخرج من الجمعية يوماً الجمعية كانت مشاكلها وقضاياها تؤرقه ويحرص على انسيابية الدعم والعناية بهذه الفئة وحتى في كتاباته كان يطلب أن يكون ويكون للدولة اهتمام أكثر بهذه الفئة وكان صوته عالياً ويسمع ومحمد الحمد السلامي هذه قصة جميلة وجديرة بالذكر كان يأتي عندي في المكتبة وما أطيب مجالسه في المكتبة كنتم تشكرون هناك نادي يوم الأحد تلتقول نادي على أدينه الحقيقة هو كان محمد الحمد السلام بحسه المؤسسات كان يحرص على أن يكون نادياً ومستقراً ومتواصلاً وتكون له مخرجات هذا كله كان يعتمل في نفس محمد الحمد السلام وينتقل مباشرة من بداء الفكرة إلى المساعدة على التنفيذ حتى تصبح ويتحدث عنها كثيراً ما تحدث عن الدين الثقافي في ما يكتب في الصحف نعم فكنت أقدم له من ضيوفي للذين لا يعرفهم فكان يهتم جداً بأي واحد أقدم له ويسأل عما يصنع ومهما كان موقع الضيوف الذي يقدمه لسي محمد الحمد السلام رجل التربية متفقداً مسؤولاً كان له أو يطلب منه قضاء حاجة للجمعية كانت الجمعية ومشاكلها وقضاياها تؤرقه وكان يريد أن يجعل قلوب الناس تخفو إلى هذه الفئة وتساعدهم فالمتفقد يطلب منه أن يزور الجمعية لأن فيها تدريس للمعوقين وصاحب الشركة كان يعرض عليه أن يشغل معوقين في الجمعية يأتيهم بالشغل ويأكل شغل المناولة وكان ذلك بيدنه حتى أنه فيما روالي مرة أن ابن أخته وهو رجل اقتصاد كان على سفر إلى الصين أو اليابان بدأ في شرق آسيا فجاءه موضعاً وقال هل توصي بشيء يا خالي؟ قال طبعاً أصيك أصيك حين تتصل إلى تلك الأفقاع البعيدة تذكر أن الله وهبك رجلين وصلت بهم إلى تلك الأفقاع البعيدة وتذكر أن غيرك لا قدرة له على الحركة العضوية وهو يقبع هنا محتاجاً لكرسي ينقله أو يساعده بتنقلاته القريبة ووفى أخته وجاء بمجموعة أعتقد أن حاوية من المقاعد المتنقلة بسائدة الجمعية تشرفته بحضور حفلين أو مراسبتين لتوزيع بعض تلك المقاعد على المحتاجين إليها فهو مهجوس بخدمة الناس وله صينات ومجبات في جمعيات أخرى أذكر أننا حين كنا في جمعية مع الساق في كتاب الطفل وأنا أحد مؤسسي تلك الجمعية التي تستمر طال الله عمرها في خدمة الكتاب والطفل كان هو صاحب فكرة مسابقة الإمداء دعماً للمكتشبات والمهارات ودعماً لللغة العربية وهذه المسابقة صارت مفحرة للجمعية ويعترف له بالفضل من طرف الذين جاءوا بأعلانات الجمعية إلى اليوم تنجز هذه المسابقة وصاحب الفكرة الأصلية وهو يقدم أفكاره بتصور مكتوب وهذا أيضاً مما يحسب له لا يقول الكلام جزافاً وينضي هو يحاول أن يؤسس لما يبقى وكل أعماله في الحقيقة هي مما يبقى ومما يتواصل ومما يستمر ويستمر إشعاعه ترزيه كل التحيات في محمد عليه السلام أستاذ محمد الحبيب السلامي هذه المسيرة المشرقة الطويلة بالنجاحات ما لم يحققه محمد الحبيب السلامي إلى حد الآن شنو لم تتحققش إلى حد الآن بالنسبة ليك الإنسان دائماً ربماً طموع أكيد أولاً ساعة أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على أنه حقق لي بعض المطامح فيما قدمت وأحمد الله سبحانه وتعالى على أنه حقق لي بعض المطامح في أولادي وأحفادي والحمد لله فأولادي كانوا من الناجعين في دراستهم وهم من الناجعين في أعمالهم وكل واحداً منهم له في مكانه مصباح يضيء به والحمد لله وأحفادي هم الآن أنا فيهم من يضيف وينير عندي من بعض أحفادي في أمريكا يواصلون الدراسة والبعض من أحفادي في ألمانيا بعد أن أنهوا دراساتهم هناك هم الآن يعملون في المؤسسات الألمانية بكفاء وأحفادي أحفادي البنات والحمد لله يحققون نجاحاً في الطب فحفيدتي الكبرى هي طبيبة الآن وأختها في نفس الطريق وأخوها دخل أخيراً كلية الطب هذه كلها تسرني وتحقق شيئاً من طموحاتي ويبقى الإنسان دائماً ما دام ما زال حياً فهو يطمح إلى ما هو أفضل وفي الأثر يقال لو تعلقت همة ابن آدم بما فوق العرش لا لا فأنا في طموحي أطمح إلى ما هو أكثر وأكثر إذا لم يتحقق في ذاتي لأنني وصلت إلى مرحلة وحالة وأنا العظم مني وشعر لا تسيباً وأنا شيء كبير فأنه يتحقق بحول الله في أولادي وأحفادي وأعتقد أن الحياة تتواصل ولماذا الإنسان يبحث دائماً وبداً عن أبناء حينما يتزوج حتى يبقى وغادر الحياة وانتقل إلى رفيق الأعلى وخرج من دار الباقي الثانية إلى دار الباقي نعم انتهى الوقت أستاذ محمد الحبيب السلامي أخذ كلمة في جملة أو جملتين من الأستاذ نجيبة كلمة الختام نجيبة والله شكراً لك يا فيصل على هذه الفرصة الطيبة وشكراً للإذاعة الثقافية وكل المستمعين والمستمعات شكراً لسعد رزاق كامون الذي قدم لنا اليوم فكرة موسعة عن إنتاجات الأستاذ محمد الحبيب السلامي وكل ما نتمناه له أن يمد الله في أنفاسه أن يبارك في عمره أن يمتعه بالصحة ويحقق له المزيد من الأمان والطموحات بفكره الحصيف النير والسعادة إن شاء الله في كل حياته مع أولاده وحساده وجمعية القاسرين هو حبيت نزيد نقولها ساعل في عبد الرزاق عنده أربعة أولاد جمعية القاسرين هي ولده أو بنته الخامسة نعم فعبارة عن ابنته نعم نعم وهو نقوله له راك خليت بصمة بصمة كبيرة لا يمكن أن ينساها سجلت في دفتر الخلود بارك الله وفيسي محمد وإن شاء الله عندي أنا أيضا مشاريع معا إن شاء الله نتابعوك أستاذ نجيبة دربال وننخصولك حصة خاصة بك كذلك أخذ كلمة تختامة لأستاذ عبد الرزاق كل شكر أستاذ عبد الرزاق شكرا جزيلا لك والذي ذاقق فيها عن اهتمامها بأحد أبرز أعلام فاقص رجل فاعل ولا يزال يفعل يعطي بسخة بكل المعاني ربما أضيف كلمة واحدة بخصوص مشاريعه أو طموحاته التي لم تتحقق أذكر أنه اقترح يوما ما أن يبعث متحف من التربية في مدرسة نهج العدولي التي انتهت كمدرسة فقال هي أصلح ما يكون لأن تستقبل هذا المتحف الذي يؤرخ لحركة التربية والتعليمي في مدينة السباقص وهي حركة غنية وهو تحفل بالمحطات الزارزة والنيرة حالة المدارس الأهلية والدارس القرآنية المدارس التي كانت في اسفاقص واندترت متحف يستطيع أن يخلد هذا الأثر وأنجز في ذلك مشروعا مكتوبا توجه به إلى جهات كثيرة فعلا فعلا أتمنى حقا أن يسمع الآن لأننا نحتاج فعلا إلى ذلك وشكرا جديدا مرحبا كل شكر وفكرة جيدة كما ذكرت أستاذ عبدالزاكامون كلمة الختام في جملة أستاذ محمد الحبيب السلامي بارك الله فيك شكرا للإذاعة الثقافية وزادها الله إشعاعا وأسمح لي أن أترحم على والدي وأن أترحم على شيوخي في السفاقص وفي جامع الزيتون فهم الذين أعطوني من نورهم ومن حلمهم ما سعلني على أن أوقض مصباحا في هذا المجتمع الإنساني في المجتمع الدولي بارك الله فيكم جميعا كل شكر أستاذ محمد الحبيب السلامي أشكر منجيش الشعري كانت معنا في الهنسة والخلج الإذاعي إلى اللقاء نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في لقاء ولقاءات إلى اللقاء لقاء ولقاءات لقاء ولقاءات مع أهل الثقافة والإبداع لقاء ولقاءات إعداد وتقديم فيصل الجسمي التقديم في سنحن اشتركوا في القناة